بعد 42 جمعة عاشت في هالجزائر ربما كنا نقولك أكبر تظاهرات منذ 22 فبريل الماضي لاحظنا أولا أنه هذه التظاهرات إلى حد الساعة 42 جمعة 42 أسبوع لم تسفر عن أي قتيل أي جريح أي اعتداء بالعكس لأول مرة وربما لأول مرة حتى في العالم أنه تكون في مظاهرات تحميها مصلح الأمن وتحميها قيادة الجيش هذه ظاهرة لا في أوروبا ولا في فرنسا ولا في العالم العربي ولا غيره أنه تكون فيه تظاهرات تظاهرات احتجاجية لمدة عشرة أشهر كاملة وما فيه حتى جريح ما فيه حتى قتيل بالعكس فيه حماية للمتظاهرين رغم أنهم في بعض الأحيان بعض المتظاهرين يسيئون للمؤسسة العسكرية ولما صالح الأمن بشكل يعني مبالغ فيه لكن رغم ذلك هؤلاء لم يثنهم ذلك عن حماية وتوفير الأمن للمتظاهرين هذه ربما صفة إيجابية تسجل للمؤسسة العسكرية ولقيادة الجيش بدرجة الأولى ولقادة المصالح الأمنية مرافقتهم لجزائريين في التعبير عن مطالبهم واحتجاجاتهم لكن بطريقة سلمية وبطريقة حضرية هذا الشيء لو نقارنه فقط بالدول الأكثر الديمقراطية ما كانش واحد يقبل بمظاهرات بهذه الطريقة يعني عشوائية ويوفروا له الأمن ويوفروا له الحماية العكس في فرنسا ليجي لجون لما ظهروا ويجاوزوا بعض الخطوط كان القمع بشكل عنيف وشكل رهيب في الجزائر العكس كانت فيها مرافقة ومرافقة من قيادة الجيش ومن قوات ومصالح الأمن لهم يوميا منذ عشرة أشهر طبعا لما نقوله عشرة أشهر حبي يقول أنه عشرة أشهر المصالح الأمنية ما استفادوش لمن العطلة لمن الراحة ولمن غيره هذا يحسب أيضا لصالح هؤلاء في دعم الديمقراطية ودعم المصار الديمقراطي